السلام عليكم بما اني اسعار الزبدة والسمنة البلدي بقت مستفزة جدا فاحنا قلنا بقى ان احنا لازم نتصرف انتو عارفين ان انتو بالخلاط كده في البيت تقدروا ان انتو تعملوا احلى زبدة بلدي واحلى سمنة بطريقة بسيطة جدا يعني بحيلة بسيطة هنوفرها في بيوتنا على طول وفي الخلاط كمان يعني مفيش ابسط ولا اسهل من كده تعال اقول لكم هنعمل ايه بس متنسوش ان انتو لو عجبكم الفيديو ده انكم تعملوا لايك وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات طبعا لو شايفين ان الفيديو يستهل واشتركوا كمان في القناة علشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة وفعلوا الجرس الموجود تحت الفيديو وخلوه على الكل عشان يوصلكم اي اشعار لايه فيديو هنزله هنا على القناة تعالوا بقى نبدأ على طول واول حاجة عايز اقول لكم ان انتو علشان توفروا الحاجات دي في البيت لازم تكونوا حطين كده خطة لنفسكم اول حاجة هتعملوا علبة كبيرة كده وتحطوها في الفريزر واي وش لبن عندكم تشلوه يعني كلنا عارفين ان احنا لما بنغلي اللبن ونسيبه كده في التلاجة تاني يوم على طول بنلاقي عليه وش واحسن حاجة كمان ان احنا ما نشتريش اللبن البقري ونشتري اللبن الجموسي عشان بتكون فيه الدهون اكتر وبنبيت اللبن ليلة كده في التلاجة وبناخد الوش سواء لبن مغلي هتلاقوا عليه وش كويس جدا او لبن انتو مروبين وكده نايم من غير غلية من غير اي حاجة في الحالتين هيطلع معاكم اشطة بالشكل ده انا عملت الكمية دي كلها طبعا في فترة وكنت حط علبة في الفريزر واي وش بقى بشيله بحطه في العلبة دي وفي الاخر عملت معايا كل الكمية اللي انتو شايفينها قدامكم دي طبعا كمية كبيرة وطبعا لو بتستخدموا لبن كتير فهتلاقوا الكمية دي عندكم بقت يعني في فترة قريبة بقى عندكم كمية كبيرة في الاخر هنستخدم الكابة بتاعتنا او الخلاط انا استخدمت الكابة فحطتها كده مباشرة وندرب ضربتين هتلاقوها فصلت من بعضها كلنا عارفين ان الفلاحين بيعملوها انهم بيفضلوا يضربوا فيها كتير بيديهم كده علشان في الاخر تفصل المية اللي موجودة جواها اللي هو البقايا الحليب او الشرش فاحنا طبعا دلوقتي مش هنعمل زيهم فحنستخدم الكابة وطبعا اسهل بكتير الكابة او العجان او الخلاط التلاتة ينفعوا انا استخدمت الكابة من غير ما اضيف ليها اي حاجة بتفصل المية لوحدها طب انت لو مش عندكم الكابة دي وعندكم خلاط كل اللي عليكم تعملوه انكم تحطوا كباية مية مع القشطة علشان تسهل بس على الخلاط ان هو يضربها كويس جدا وبعد كده هتلاقوا ان الزبدة فصلت لوحدها كده والمية فضلت لوحدها يعني بجد طريقتين اجمل من بعض انا علشان استخدمت الكابة فعادي خالص انها تخلطهم مع بعض ما حطتش مية وفي الاخر زي ما انتو شايفين بتفصل السوائل عنها وبتكون بالشكل ده عايز اقولكو طريقة بسيطة وسهلة جدا وبجده هتكونوا مبسوطين قوي ان انتو عملتوا حاجة زي دي في البيت في الاخر بعد ما نخلص كل الكمية بنحطها طبعا في طبقة غويت وبنبتدي ان احنا نلم الزبدة الموجودة من السوائل دي يعني هناخدها كده ونكورها وبعد كده نسيب السوائل دي كلها على جنب شايفين السوائل طلع قد ايه طبعا اللبن الجاموسي برضو مش بيطلع السوائل دي كتير يعني هتلاقوا في البقري السوائل اكتر من كده هنبتدي بقى ان احنا نلمها بالشكل اللي انتو شايفينه ده شايفين البساطة والسهولة طبعا طلعنا كمية كبيرة انتو طبعا عارفين الزبدة دلوقتي بقت بكام طبعا في كل حتة بتلقوها بسعر بس احنا كلنا عارفين انها بقت غالية جدا الموضوع بسيط جدا وما بيخدش وقت خالص يعني الكبة هتسرع معاكم من موضوع جدا ولو مش عندكم الكبة زي ما قالتلكم الخلط كمان وهتلاقوها في الثانية بقت جاهزة هنا بقت بقى معانا الشرش ده الشرش اللي نزل من الزبدة ده هتعملوا بيه احلى معجنات تقدروا تعملوا بيه القرص تقدروا تعملوا بيه معجنات محشية اي حاجة احنا مش هنرميه احنا هنعبيه كده في كيس وهنحطه في الفريزر لو احنا مش هنعجن به مثلا النهارده او وقت ما هو اتعمل كده وبيكون حلو قوي يعني هو بيخلي معجنات طرية جدا وطعمها غني جدا هنا بقى جبت في نفس الطبق غسلته كويس طبعا وجبت فيه مية نظيفة كده من الحنفية وهبتدي ان انا اخسل الزبدة من كل اللبن اللي فيها طبعا الزبدة دي احنا مطلعين منها كل الشرش يعني مفياش سويل خالص على عكس اللي احنا ممكن نجيبها من الفلاحين او نجيبها من اي سوبر ماركت بتكون مليانة من الشرش ده طبعا عشان توزن معاهم ويبيعوها ويكسبوا فيها اكتر فانا عايز اقول لكم ان الزبدة اللي احنا بنعملها على قدينا دي ما بيكونش فيها سويل خالص فانتو حتى لو استخدمتوها في بيتفور او اي بسكوتات عايزة زبدة هتكون حلوة قوي احسن بكتير من اللي احنا بنجيبها من اي مكان تاني اللي هي الزبدة البلدي عشان طبعا بيخلوا فيها شرش كتير فاحنا كده بنطلع منها كل كمية السويل اللي موجودة جواها وبنخلي بس الدهون وعلشان نتأكد انها اتغسلت كويس جدا وما فيهاش اي بقاية من الحليب فبنجيب ماء نظيفة تاني وبنغسلها للمرة التانية وبعد كده بتكون تمام جدا يعني زي ما انتو شايفين المية شفافة ما نزلتش حليب كتير ولا اي حاجة وبس كده بتكون دي المرحلة الاخيرة وبعد كده هيكون عندكم اجمل زبدة في البيت نقدر كمان احنا نحولها لسامنا وهنشوف ده طبعا مع بعض دلوقتي حاوزن برضو معاكم الكمية اللي طلعت معايا وهنشوفها طلعت قد ايه ودي الكمية اللي طلعت معانا عايز اقولكم ان هي في الوقت ده تقدروا ان انتو تجمدوها كده شوية في الفريزر وبعد كده تقطعوها مكعبات وتحطوها في علبة وتشولوها في الفريزر ووقت الاستخدام تاخدو كده بالمكعب وهتكون حلوة جدا جدا وطبعا كلنا عارفين مفيش اطعم ولا احلى من ريحة السامنة البلدي او الزبدة البلدي هنا بقى التلات قطع زي ما انتو شايفين عملوا عملوا كيلو ونص كيلو ونص وشوية صغيرين يعني 1520 جرام يعني كيلو ونص كده و20 جرام عليهم زيادة انا بقى هيخد قطعتين بس وهسيحهم عملهم سامنة والقطعة الثالثة هيخليها بقى كده لطبق بيض لطبق فول لاي حاجة انا عايزة استخدم عليها زبدة مش سامنة هنا بقى نجيب حل غويتة اهم حاجة لازم تكون الحل غويتة ونسبها كده على النار وده الشرش اللي نزل من الزبدة كده في الاول اللي انا قلتلكو هشيلو في الفريزر لغاية ما اعمل بيه شوية معجنات كده حلوين او اعمل بيه شوية قرص هنا بقى لما حطيت السامنة على النار الاول بنسبها كده على نار متوسطة علشان تبتدي دنها تغلي وبعد كده بنهدي النار شمعة ونسبها علشان تقدح معانا كده بس اهم حاجة ان احنا بنرشلها رشة بلح بسيطة خالص كده علشان تحفظها معانا وكل شوية وهي على النار هنفضل نقلب كده فيها باستمرار علشان بيبقى فيه مرتة كده زايدة من تحت بنسميها مرتة اللي هي الحاجات الدهب دي حاولوا انتوا ما تزودوش السوى عن كده علشان ما تتحرقش وتغير طعم السامنة والسامنة معاكم تبقى غمقة في الآخر بعد كده هنسيبها تبرد ولما تبرد شوية بنعبيها في برطمانات البرطمانات دي بتكون مخصولة كويس جدا بالمية السخنة ونشفها كويس جدا وبعد كده بنحط فيها السامنة وبنصفيها كده علشان المصفة تشيل اي شوايب موجودة في السامنة الشوايب دي ما بتترميش دي اسمها المرتة ممكن انت لو بتعملوا جبنة قديمة فبتسيحوها شوية وبعد كده بتخلطوها مع المشي اللي موجود مع الجبنة القديمة هتكون معاكم احلى جبنة قديمة تكلوها في حياتكم وبعد كده بعد ما جمدت شوية بقت بالشكل ده مفيش ترميلة احلى من ترميلة اسامنة البلد يا جماعة ولا ريحتها ولا جمالها بجد البطرمانات دي بقى في الشتاء انا بسيبها على طول على الرخامة بس اهم حاجة ان انا لما باجي اخد منها المعلقة لازم ما تكونش مبلولة وتكون نشفة وفي الصيف بشلها دايما في التلاجة وبس كده يارب اكون افدتكم ولو حتى واحد في المية ما تنسوش ان انتو لو عجبكم الفيديو نكونوا تعملوا لايك ودومتم في حبز الله ورعايتم مع السلامة